موسيقى موسيقى أيها السادة والسادة تستمعون الأخبار العربية من إذاعة باو المجا من توبى المحروصة فاصل قصير نقرأ لكم عنوين هذه النشرة موسيقى بولمي جايفم إعلان ودارة الصحة السنغالية بتسجيل حالتين إصابتين بفيروس كورونا في السنغال موسيقى دعم الحكومة الصينية على الحكومة السنغالية لإحتواء وباء فيروس كورونا موسيقى إصدار رابطة الأئمة والدعاة في السنغال خرار تعليق سلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى شعار آخر موسيقى بولمي جايفم إبراهيم خليل جايف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم وشكرا لحسن متابعتكم لبرنامج بولمي جايفم في مساء يوم الخميس تسعة عصر مارس أعلنت ودارة الصحة السنغالية بتسجيل حالتين إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في السنغال ليرتفع عدد الإصابات إلى سمانية وثلاثين إصابة وتعافى سلاس حالات ليصبح العدد الذين تم علاجهم من الفيروس إلى قمسة أفراد أعلن صفير الصين لدى السنغال في بيان نشرته وكالة الأنباء السنغالية أن الصين خررت دعم حكومة السنغالية في الجهود التي تبزلها لإحتواء وباء كورونا وإنه من المقرر أن تسل حزمة كبيرة من مصاعدات تبية إلى دكار خلال هذا الأسبوع في يوم القميس البارحة أصدر الرابدة الأئمة والدعاة في السنغال خراراً رسمياً يقضي بتعليق سلاة الجمعة وسلاة الجماعة في المساجد حتى إشعار آخر مودحة أن الخرار يهدف إلى تطبيق قرار الحكومة السنغالية بحضر التجمعات التي من شأنها تفسي فيروس كورونا في المجتمع أعلن رئيس الجمهورية السيد مكسا لإجراءات وتدابير احتياتية خوفاً من تفسي الفيروس من بينها منع التجمعات الدينية والاجتماعية وإغلاق المدارس والجامعات لمدة سلاة أسابيع لذلك أجرينا حواراً مع محمد أمين جاي معلم وباحث في سؤون التربية إليكم هذا الحوار السلام عليكم ورحمة الله سيح محمد الأمين أنت كمعلم وباحث طربوي كيف ترى خرار الرئيس الجمهوري بإغلاق المدارس والجامعات لمدة سلاة أسابيع هل من الممكن أن يؤثر خرار إغلاق المدارس سلباً في تلاميث أو في المدرسة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم وصل إلى هذا الحد بما أنه هناك مصابون بما أن المرض موجود وبدأ ينتشر شيئاً فشيئاً وكلنا متفقون على أن هذا الوباء ينتشر بسرعة فائقة وقد يخرج من سيطرة الأطباء لهذا دعف السلطات بإغلاق المدارس وحتى الجامعات نعم هذا القرار صائب وقد وصل الأمر إلى هذا الحد أنا أرى هناك من يعارضه وهناك من يقول بأن لا داعي إلى هذا لماذا لا؟ كم من بلدان الإسلامية أغلقوا المدارس وأغلقوا الجوامع ودور العبارات كلها ولماذا لا في السنغال؟ لنفترض لو لم نغلق هذه الدور وكذلك هذه المدارس والجامعات ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ إذن لا بد بإغلاقها قبل أن يتفاقم الوضع طبعاً لا شك أن هذا سيؤثر سيؤثر في النتائج سيؤثر في السنة الدراسية تعرف بأن السنة الدراسية كنا في الشهر الخامس أو في الشهر السادس أو في الشهر الخامس وبقي لنا ثلاثة شهور أو أربعة إذن لا شك أن سيؤثر خاصة خاصة الفصول الامتحانية فصول الامتحانية كانت تلاميذ بحاجة إلى دروس تدعمية كانت تلاميذ حاجة إلى دروس تدعمية واليوم لم يجروا هذه الدروس ولم يجروا حتى الدروس التي كانوا بحاجة إليها سيؤثر سيؤثر هذا سيؤثر سلباً نعم أنا لا أقول سيؤثر في المدرسة فقط ولكن أنا أخشى أن أخشى أن أخشى تأثير هذا الوباء إلى المجتمع بنفسي من حيث التأثير الاجتماعياً واقتصادياً حتى بدأ يتأثر وبدأ هكذا لأن هناك مثلاً انظر إلى هذه المغتربون المرمودين هؤلاء إذن كانوا يرسلون أموالاً طائلاً إلى البلد والآن أينهم؟ هم محتجزون في مراكز صحية وهم محتجزون في حجر الصحي بدون عمل ماذا سيحدث غداً وماذا سيحدث بعد 15 يوماً؟ ماذا سيحدث؟ من ناحية الاجتماعية أيضاً هناك الولائم وكل هذه المناثارة الاجتماعية التي كانت مألوفة ومعروفة لدينا أيضاً هنا توقفت الكل وحتى المصافحة بدأنا نتمانع نمتنع عفواً نمتنع عن المصافحة وكل هذه إذن فهذه كلها تأثيرات سلبية ولكن هل هذه التأثيرات سلبية تأثير سلبي تمام؟ أقول نعم لكن أن يؤثر سلباً في هذه الحالة أو أن يؤثر سلباً هكذا دون الضرر أفضل بكثير من أن يؤثر فينا سلباً مع أضرار كثيرة لو لم تصدر السلطات هذه القرارات وبدأ الناس في عادتهم المعيشية كل هذه وبدأ المرض ينتشر هكذا إذن فنحن من سندفع الثمن فنحن من سندفع الثمن لهذا أنا أرحب هذه القرارات كلها أرحب هذه القرارات كلها إغلاق المدارس إغلاق الجوامع كل هذه السلام محمد الأمين جاي شكراً جزيلاً لمشاركتك معنا في هذه الحلقة ونذكر بأنك معلم وباحث تربوي في مباك شكراً بارك الله فيك تستمر جرائم القتل والاختصاب في المجتمع السنغالي لا سيما في أوساط الفطيات البريئات لمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الأقد خديجة بجان اشتعلت نيران القتل في شعبنا السنغالي وكأنها شيء جائز والأقطر أنها تميل إلى رأس إنسانية بريئة ولو بزلت كل ما لديها من قوة وجه دفاعاً عن نفسها وشربها لكن دون جدوى فليست ذكرك الأنسى وكما لا هزتم أولئك المجرمون الذين يقومون بفعل هذه الشنيعة يتعاملون معهم بكل حسوة ويفعلون ما لم يتوقع خط أنه سيفعله من يحمل لقب إنسان على إنسان ما أقسى قلبهم وبعد تأسف الحاسرين وحزنهم الشديد على المقتول فما بال القاتل هل يبقى في داحل السجون سنوات ثم يحرج يواصل حياته وكأن شيئاً لم يحدث من أين لكم هذا الحكم؟ وقد مرت قضايا كثيرة وما لم تصل إلى حباء منثور مثل قضية الطالبة بنت كمرة التي لم تنتهي أرضة ما كنا من بكائها واللي حديثي التي بكتها كثيراً أرض توبة ونجوب سك التي لن تدال أرض بك تبكيها وهي أرض جيز تحوز نصيبها لفقدان البريئتين مريم جان وحدي جوف وهناك عدد حائد من الضهاية ستخرجها التقارير في نهاية كل أسبوع وفقة التأمن إن الضولة لها نزيب الأسد في الأمن غير أني اليوم لا أدهل في التفاصيل ولكن اسمعوني أن أطرح إليكم أسئلة أين المنظمات الإسلامية؟ أم تبقى تكون مجرد اسم فقط؟ أم تزل تدافع عن أسياء تافهة وتتجاهل عن هذه القضايا؟ أين الطرق الدينية والمؤسسات الإسلامية؟ ما سبب عدم اهتمامكم بهذه الشؤون الاجتماعية؟ أم أنتم تركزون فقط على بناء مساجد وكتاتيب وما إلى ذلك؟ في وقت يموت شعبكم لانتسار الجريمة ولقياب الأمن في البلاد؟ أجيب من فضلكم هذه التساؤلات؟ هل هذا هو المنهج الذي تزيرون عليه دوما؟ ألم يحينوا الوقت أن تغيروا هذه النمط اليوم هؤلاء وغدا سيكون غيرهم؟ ما لم تعيدوا النظر في أحكامكم هذه الجائزة؟ ولكم بالقصاص حياة ووداعا حتى مرة أخرى في تقرير آهر شكرا سيدة خارجة بهذا التقرير والآن نترق إلى أهم ما تناولها الصحف في هذا الأسبوع مع سيد عمر جوف الفارق إن أهم ما وردت في الصحف في هذا الأسبوع ظهور فيروس كورونا وأن جميع الصحائف قد تناولت هذه القضية وأن ظلف الكردجين قد أكدت أن منظمة الصحة العالمية تدعو الأفارق على عدقهم ومسؤولياتهم بيان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الصادرة بالأمس النهائي وأصر الدكتور في مؤتمر صحفي افترادي على أن أفريقيا يجب أن يستغذل لتهديد الفيروس التاجي الجديد معكدا أن القارة يجب أن تستعد للأسوأ السنغال لليها 36 حالة معكدة بما في ذلك وحالتين تم شفاؤهما و34 مريضا تحت العلاج في الدكار وطوبة السنغال هي الرابع أكثر بلدان إصابة في أفريقيا والصالثة في قرب أفريقيا وأن الدكتور عبد الله بوسى مدير مركز عمليات الطوارئ الصحية يطلب من المهاجرين السنغاليين عدم الاختباء والإبلاع عند وصولهم إلى السنغال من أجل سلامتهم وسلامة أسرهم وبلدهم يجب أن يذهبوا طواعية إلى القدمات الصحية لمساعدتهم وخاصة اختبارهم لضمان حالتهم الصحية وأظهرت بوبلير في مواجهة إنسار فيروس كورونا أن حكومة السنغالية اتحذت إجراءات جديدة من الآن فساعدا فتيقعد الشمعان أمنيان كل أسبوع في القصر لإدارة الأضمى سيدفع كل وزير مليون فرنسيفة للمشاركة في الجهد الوطني للإدارة المخاطرة الناتجة عن الوباء والشفافية في إدارة المساهمات بجميع أنواعها أنساء الرئيس ماكسل خلية وطنية للأزمات وصندوق الريبوستو والتدعم ضد الآذار كوفيد ديزنوف كما طالب الرئيس وزير الاقتصادي ووزير المالي ووزير المالية بإنشاء آلية مالية لتخفيف من الآذار الأزمى لإنقاذ الوظائف والأعمال وأظهرت الأفسير واتر أن مهاجرا عائدا إلى السنغال يشعر بالوسم والتشهير للدجيران الرجل الذي كشف عن هويته على أيرفهم يعيش في وكم وقال جبريل جلو الذي وصل إلى السنغال في 15 مارس إن الجيران قاموا بتشويه سمعته من خلال الرصائل التي عرضت أنه مصاب بفيروس كورونا ويقول إن ما آلمه هو أن أفطاله وزوجته مدمرين ومواصمين لم تعر عائلته قادرة على الخروج إلى الشارع وأعلنت لذكر أن الخليفة العام لطريقة التجانية سرينمايس معصور يعلق صلاة الجمعة وجلسات حضرة الجمعة تهذا جمعيات الأئمة والعلماء بتأييد كبير في صحص سرينمايس معصور الذي أوقف تعليق صلاة الجمعة وحضرة الجمعة حتى إشعار آخر وأظهر اللانكت في صحيفتها الأولى أن 19 مهاجرا سنغاليا صددهم مرتانيا عالقون لمدة خمس أيام على الحدود ويقول المهاجرون السنغاليون الذين جاءوا في خافلة إنهم مرهقون وخافين وخفا للتحيق يطلبون المساعدة من رئيس الدولة سيد ماكسال تبين وزارة الصحة والعمل الاجتماعي في سيد كوتجين أنها سيتم طلب محطة الحجاج في يوف من أجل الحجز الأشخاص المعرضين للخطر ولسيما جميع أولئك الذين كانوا في البلدان الملوثة بشدة على مرار خمسة وعشرين يوما وبحسب وزير الصحة والعمل الاجتماعي عبدالله جفسار سيتم عزل جميع المصافرين من الدول المصابة بالفيروس التاجي كوفيد ديزنوف من هذا المكان كما تم التخطيط لمصافات احتواء ومعالجة أخرى في جمنياجو وتنبا وكولك وزيغنسور والشمال أيها المستمعون الكرام نشكركم لمتابعتكم هذه النشرة وإليكم أخبار الدولية يقرأها إبراهيم صغير جاي ولكن بعد الفاصلة الأخبار الدولية نبدأها في مراد كورونا المستجد كوفيد ديزنوف لاحقت السلطات المغربية ستة عشر أسخاصا خلال الأيام الأخيرة جلهم موقفون على خلفية نشر أخبار زائفة حول وباء كورونا أو التحريض على عسيان الإجراءات الرامية لاستصدي الانتشار بحسب ما أفادت المدرية العامة للأمن الوطني وشملت هذه الملاحقات أسخاصا من مختلف الأجناز في عدة مدن وذلك خريطة نشرتها المدرية على التويتر معلنة اعتقال بشيدة يناهز بأربع وثمانين عاما في فاص وذلك بسبب نشرها شريطا على يوتيوب تنفي فيه وجود وباء كوفيد ديزنوف وتحرض على عدم تنفيذ السياسات الوقاية التي أمرت بها السلطات من جانبه أكدت حكومة جد في بيان لها مساء اليوم الخميس أنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس المستجد كوفيد ديزنوف وبحسب وكالة روتيرس أوضح البيان أن الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا في جد قد تم اكتشافها اليوم الخميس وهي لمغربي داخل البلاد قادما من كاميرون وفي سياق متصل حصرت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعة من اتشار فيروس كورونا المستجد في قارة أفريقيا تكشف الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا حول العالم ذهودها من أجل احتواء الفيروس القاتل حيث تجاوز عدد حالات الإصابة به على مستوى العالم سمانين ألف حالة وفي كوريا الجنوبية استمر الارتفاع في عدد حالات الإصابة ليصل الإجمال إلى تسعمائة وستة وستين حالة وتم تحذير الأمريكي من السفر إلى ذلك البلد إلا في حالة الضرورة وتكافح إيطاليا وإيران لإحتواء تفسي الفيروس بين مواتن البلدين إلى يابان وفي يابان تراجعت الأصهم صباحا يوم السلسة نتيجة للهبوط العالمي التي حدثت يوم الأسنين بسبب التضايد المخاوف من ديادة رقعة انتشار المرض كما سجلت بوريسا وويلسيتريت ولندن تراجعا كبيرا ودعت منظمة الصحة العالمية أمس الإسنين جميع الدول العالم إلى بزل المزيد من الجهود للاستعداد لإحتمال تحاول فيروس كورونا إلى وباء عالمي مستمعين الكرام خبل ختام هذه النشرة نذكركم بأهم عنوينها بعد الفاصل إعلانوا بذارة الصحة السنغالية بتسجيل حالتين إسابتين بفيروس كورونا في السنغال دعم حكومة الصينية على الحكومة السنغالية لإحتواء وباء فيروس كورونا إصداروا رابطة الأئمة والدعاة في السنغال خرارة تعليق سلاة الجمعة والجماعة في المساجد حتى سعار آخر ها هي ما ورد إلينا من أخبار فصلناها لكم وكان معنا في المهندس السوتي الشيخ مصطفى الكريم وفي التقديم إبراهيم خالر جايد دمتم في رعاية الله إلى الجمعة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة